في عالم يندمج فيه الجمال بالقوة تتألق الخيول كأحد أبرز الكائنات التي تجمع بين الأناقة والقدرة العملية حيث كانت هذه الكائنات تشارك في مختلف جوانب حياة البشر وتعكس سلالات الخيول المرموقة ليس فقط قوتها البدنية ولكن أيضاً سماتها الفريدة وأصلها الذي يجعلها تتألق بين باقي السلالات وفي هذا الفيديو سنعرض معكم أغلى عشر سلالات خيول حول العالم وسيصدمك كم أن سعر الواحد منها قد يصل إلى ملايين الجنيهات إذا كنت تتابعنا للمرة الأولى فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نشأت هذه الخيول في بريطانيا بمزاوجة ثلاثة من الخيول العربية الأصيلة مع الخيول الإنجليزية فنشأت أجيال من هذه الفئة جمعت في صفاتها بين قوة الخيول الإنجليزية سرعة الخيول العربية خصوصاً في سباقات الأرض المنبسطة حيث أنها سلالة خيول تشتهر باستخدامها في سباق الخيل وهي تحظى بشعبية في مجموعة متنوعة من الرياضات الأخرى ويصل سعرها حتى ثلاثمائة ألف دولار تعد الخيول العربية الأصيلة واحدة من أقدم سلالات الخيول في العالم إذ يعود تاريخها إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد وتعود نشأتها للمناطق الصحراوية في الشرق الأوسط التي انتشرت منها لجميع أنحاء العالم وتتميز بمجموعة من الصفات كحب الموسيقى والتمايل على أنغامها وعدم فقد القدرة على الإنجاب بالرغم من تقدمه في السن سرعة التئام الجروح أو الكسور عدم الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام الشجاعة وعدم الخوف من الحيوانات الأخرى ويصل سعرها كذلك إلى ثلاثمائة ألف دولار يعتبر خيل الفريزيان من أقدم سلالات الخيول في العالم في حين أنه من غير الممكن معرفة العمر بدقة تأتي السلالة من فريزلاند وهي مقاطعة تقع في شمال هولندا وتطل على بحر الشمال تعتبر خيول الفريزيان ذكية ويمكن أن تكون ماكرة إذا لم تكن تعمل مع فرد لديه خبرة سابقة في الخيول ومع ذلك فهي لطيفة للغاية ويبدو أن لديها فهم قوي لحجمها الكبير ووزنها الثقيل يصل سعرها إلى حوالي مائة ألف دولار الكوارتر برزت سلالة حصان الكوارتر الأمريكي عام 1660 ميلاديا كرمز بين الخيول الأصلية وتعتبر أقدم سلالات الخيول المعترف بها في الولايات المتحدة ويعود أصل حصان الكوارتر إلى الخيول الإسبانية التي استخدمها المستعمرون الأوائل والخيول الإنجليزية التي استوردتها ولاية فيرجينيا في عام 1610 تقريبا تشتهر خيول الكوارتر الأمريكية بهدوئها وتحملها العمل الشاق وتتميز من حيث الشكل بأن رأسها صغير الحجم نسبيا ورقبتها تحتوي على الكثير من العضلات وأرجلها مستقيمة وصلبة وقوية ويبلغ طولها حوالي خمسة أقدام مما يجعلها خيارا جيدا كحصان أول يتراوح سعره حسب عمره فسعر الصغير من ألف إلى عشرة ألاف دولار في حين سعر البالغ يصل إلى سبعين ألف دولار مورغان تعتبر خيول مورغان المتعددة لاستخدامات من بين سلالات الخيول الأكثر شعبية حول العالم وهي سلالة متعاونة بشكل استثنائي وكذلك هي حريصة على إرضاء البشر قابلة للتكيف مع أي موقف واستخدام تقريبا عادة ما يكون الفرسان من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال قادرين على التعامل مع حصان مورغان تم تربية حصان مورغان بسبب براعته الرياضية وتعدد استخداماته وطبيعته التعاملية يصل سعرها إلى حوالي أربعين ألف دولار سلالة خيول أخال تيكي أجمل فصيلة خيول في العالم وأغلاهم سعرا وأقدم سلالة خيول لا زالت موجودة حتى الآن أخال بمعنى خيمة باللغة التركمانية وتيكي هي القبيلة التي برعت في تربيتهم الكثير من أفراد الفصيلة تحمل ما يسمى جين القشطة الذي يخفف صبغة جلدهم ويمنحهم هذا اللون الزهبي الخيالي والسلالة معروفة ليس فقط لجمالها الفائق للوصف وإنما كذلك لسرعتها وصلابتها وذكائها ونشاطها وولائها يصل سعره إلى حوالي مئة ألف دولار خيول موستانج هي سلالة من الخيول أصلها من إسبانيا وتعيش في الولايات المتحدة ومن مميزات حصان موستانج أنه قوي ولديه قدرة عالية على التحمل ويملك حوافر قوية وتميل إلى أن تكون بصحة جيدة ويمكن أن يختلف السلوك في الفرس اعتمادا على خلفية الحصان ومستوى التدريب وإذا أعطيت الوقت الاكتساب الثقة في البشر يمكن أن تكون موستانج هادئة ومهذبة مع التدريب المناسب والاستدراج يصل سعره إلى حوالي ستين ألف دولار هوليشتاين تمتلك سلالة هوليشتاين جذورا قديمة تعود إلى منطقة هوليشتاين في شمال ألمانيا تم تربيتها أساسا للعمل في الأعمال الزراعية ولكن مع مرور الوقت أصبحت معروفة بأدائها الرياضي الممتاز في رياضة الفروسية يمتازون أيضا بالقوة والمتانة مما يجعلهم مناسبين لمجموعة واسعة من الرياضات الفروسية وبسبب قدرتهم الرياضية العالية يحظى الخيل هوليشتاين بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم يصل سعره إلى حوالي 30 ألف دولار تعود أصول سلالة سالوكي إلى فرنسا وتم تطويرها في القرون الأخيرة بتهجين مختلف سلالات الخيول لتحسين الآداء الرياضي تم تحديد معايير السلالة في النصف الثاني من القرن العشرين يتميزون بجسم قوي وعضلات متناسقة مما يمنحهم قوة ومرونة في الآداء الرياضي يتمتعون بطبيعة هادئة ومستقرة مما يجعلهم مناسبين لمتسابقين مبتدئين ومحترفين على حد سواء سلالة سالوكي تعتبر إحدى الخيول الممتازة في عالم الفروسي وتستخدم على نطاق واسع في مختلف الرياضات والأنشطة الفروسية حول العالم يصل سعرها إلى خمسين ألف دولار ويمكن أن يصل البعض منها إلى مئتي ألف دولار يعود أصل سلالة هانوفور إلى منطقة هانوفور في ألمانيا تم تأسيس السلالة في القرن الثامن عشر وتم تطويرها لتحسين الخيول المحلية وتحقيق آداء رياضي ممتاز يتمتعون بشخصية حميمة وسهلة التعامل مما يجعلهم مناسبين لمتسابقين مبتدئين ومحترفين سلالة هانوفور تعتبر واحدة من السلالات الفروسية الأكثر نجاحا في الرياضات الفروسية الكبرى يصل سعرها إلى حوالي مئة ألف دولار في ختام هذه الرحلة إلى عالم الخيول ندرك أنه مع كل التقدم التكنولوجي تظل الخيول تحتفظ بسحرها الخاص ودورها الهام في حياتنا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر